السلام عليكم ازايكم يا حبيبي اخباركو ايه النهاردة هنعمل البسكوتة الجميلة دي بسكوتة برضو سريعة جدا اقتصادية اذا كنت اول مرة تزوري قناتي شيروا لايك وتفعيل الجرس عشان يوصل الكل جديد والبسكوتة دي مفيدة جدا مش بعالة انها كلها شوفان ومفيدة لنا ولولادنا وسهلة جدا وتعمليها فرامشة عين معنا المأدير كلها هكتبها لك في صندوق الوصف معدرها بسيطة وكلها خلط يدوي سكر وشوية زيت وشوفان ودقيق وبطين مفيش اكتر من كده ولا في لبن ولا في زبدة هنخلط كله زي ما قلنا خلط يدوي رشت البنيني بطاعتنا والسكر والزيت السكر بياخد وقت كتير لان الحبيبات بتاعته بتبقى نعمة البسكوت دهيل جدا وسريع جدا وبيبقى مقرمش وفيه كمية شوفان كمية كويسة جدا ويعتبر اااااا اقتصادي وما فوج اي نسبة دهون كتير هو اللي موجود فيه شوية الزيت اللي اهنا حطناه بعد كده هنحط الشوفان. الشوفان هنا مطحون نص طحمة. والبيكن بوضر ورشة الملح. وكوباية دقيقة. ما فيش اكتر من كده. وخلصت البسكوتة بتاعتنا. وبتعمل كمية كبيرة ما شاء الله. وما بتاخدش وقت. لا في العميل بتاعتها ولا في تسويتها. اقل من تلت ساعة بتكون البسكوتة استويت. وخلطها زي ما انت شايفها كله بالاسباتولة والمضرة باليدو. هيا دي هتاخد مني كمان نص كوباية دي. انا هكتبلك كل المعدير بالزبط في صندوق الوص. ما تنشفيش العجينة زي ما انت شايفها كده. احنا بندهنها بس. اه زيت لان طبيعي الشوفان في العجين بيبقى بيلزق. فانا عشان ما تلزقش في الكيس. نفردها بين كسين. دي افضل طريقة. علشان اه المكان ما يتبهدلش منك. وكمان الموضوع بيبقى سهل. تبقى عارفة كله السماكة واحدة. لو حبها تعملي وحدات كل واحدة لوحدها كده تقطعيهم كور براحتك. بس دي اه بتاخد وقت اه قليل يعني. يعني بسرعة بتقطعيهم وبسرعة بتفريديهم وتقطعيهم. يعني والسماكة بتاعتها بتبقى حوالي نص سنتي ما مش عايزينها اكتر من كده. ومش عايزينها ارق من كده. عشان ما يتحرقش مننا. وهتطلع النتيجة حلوة والبسكوتة هشة وجميلة ومقرمشة. الجزء اللازع ده ما كانش تحته بلاستيك. لاني انا عملها بين بلاستيك. طعط طعيب اي قطاع عندك. كله بساطة. وبشوكة بس تعملي له آآ خروم في النص. وما فيش اسهل من كده. يعني ما خادتش مننا خمس دقايق بالزبط. نقطع الكمية كلها. ونعملها بالشوكة. ونذهن صاق لاني زي ما قولنا هي ما فيهاش زبدة وما فيهاش مادة دهنية كتير. عشان نضمن انها ما تلزر. يبتدي بالكيس نرفعها برضو ده يضمن لنا ان احنا نرفعها بطريقة صح. علشان زي ما قولنا الشوفان بيلزق. بس هي لا خلاص يعني هي العجينة مزبوطة كل ما بيقعد وشوفان يعني ممكن تسيبيه تريحيه في التلاجة لو لقتيها بتلزق كده. سيبيها في التلاجة شوية هتلاقيها مسكت نفسها وبقت زي الفل. بس انا قطعطها لقلطول. طلعي بكل بساطة وترسيها على الصينية بتاعتك المدهونة. وبفرن في الراف الوسطاني على مية وتمانين. من تحت بس تولاي لغاية ما آآ تاخد اللون الدهبي. مش هتكمل برضو من ربع ساعة. مش هتاخد التلت ساعة كمان. وده في الفرن انا ما ورتها الكيش في في الصاج قبل ما دخلها بس هنا كده دخلت الفرن وهي بتالت تنفيش بقى او تمرصي. وده شكلها بعد ما استود. كمية جميلة وهي بسكوتة جميلة وهشة. مم ارمشة وجميلة خالص. وهتعجبك ان شاء الله. يعني كوبايتين شوفان طلعوا لنا الكمية دي كلها. وده شكلها من جوه. تبقى مقرمشة. وما فيش بعد كده مع كوبايت شاي. والولادة تسالوا فيها تبقي ضمنة ان فيه حاجة مفيدة دخلت لهم. وما تنسينيش في الشير واللايك وتفعيل الجرس. اشتركوا في القناة